عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة عدد من ملفات العمل وما تم إنجازه في قطاع الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية والرؤية المستقبلية لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة هذا وقد تم استعرض عدد من الإنجازات من بينها إجمالي عدد المنشآت الشبابية والرياضية الذي وصل خلال الفترة من 2018-2024 إلى 11.558 منشأ ارتفاعا من 6 ألاف منشأة فيما قبل عام 2018 وبلغت تكلفة التطوير والإنشاء خلال تلك الفترة ما يقرب من 30 مليار جنيه بالإضافة إلى مشروع تطوير المعسكرات الشبابية والرياضية الذي يهدف إلى توفير بيئة متكاملة لأنشطة تربوية وتعليمية وتثقيفية والرياضية للنشئ والشباب بالإضافة إلى مشاريع اكتشاف المواهب الرياضية